وحي بطل تاني بعيدا عن الجامعة عشان أقول لكم عندنا ناس ومشاعر لا نعرف عنها شيء في منطقه حلوان شوية أولاد بيلعبوا عندهم بير عمقه 15 متر بيلعبوا حواليه البير ده بترمى فيه زبالة آسف في التعبير بس ليه؟ هي اسمها نفايات وبقايا زبالة بترمى فيه حاجات رحت وحشة وانا مش عارف ليه البير ده موجود في هذا المكان ويقال ان فيه خمسة ماتوا فيه قبل كذا الأولاد الصغيرين وهم بيلعبوا خدوا كلب من كلاب الشارع لان ما تعلموش الرفق بالحيوان وده دور المدرسة ودور البيت ما تعلموش ان الكلب روح وان طالما الكلب مش مؤذي ابعد عنه إذا ما قدمتلوش اللي ياكلوه والطبطب عليه وترفق به ما تأذوهوش فالعيال خدوا الكلب ورموه تلات ايام الكلب بيعوي ولاننا لا نفهم لغة الحيوانات لكن حتما انه كان بيقول انقذوني انا ما عملتش حاجة انا ما مأزتكوش انقذوني لاني بتقلم تلات ايام والجهود طب ننقذه ازاي كله خايف بيقولك اللي بينزل ما بيطلعش وما تقدرش تستحمل هذه الرائح لحد ما ظهر وليد محروس وليد محروس شاب مصري قرر انه ينقذ الكلب بطريقة غريبة قالك هو لو نزل لوحده مش هيطلع تاني والريحة لوحدها قاتلة وليد منقذ حيوانات معتمد من جمعية الرفق بالحيوان هذا هو الشاب العظيم نزل في برميل للحفرة وجاب الكلب الحفرة كانت مربوطة بعربية زي اللودر كده بتجره البرميل مربوط زي ما انتو شايفين كده ومتعلق فكرة الراجل ده ساب شغله كله بيلفة عالدنيا في كل مكان عشان ينقذ الحيوانات من العنف اللي بتتعرض لي نزل وليد محروس جاب الكلب وطلع انقذ هذا الكلب اللي لقزاه وشايفينه مستسلم ليه والناس هاينتو شايفين بيطلعوا الكلب بيشفقوا عليه يعني شيء مؤلم جدا وشيء رائع جدا ايجابي جدا تحية لك يا وليد يا محروس تحية لكل إنسان ساعد في ده علشان ينقذ حيات كلب حيات كلب اه وروح قطة وامرأة دخلت النار في هرة لا طعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض تحية لنقذ